موسيقى السلام عليكم اخوتي في الاسلام اصدقائي على فيسبوك وحول العالم وخصوصا الاخت العزيزة السلام جمال الفيلم ده انا عامله لهاية ولكن ناس كتيرة ممكن تستفيد منه الفيلم ده عن ازاي حسابك مايتسرقش على فيسبوك بسبب الفيلم طبعا ان الاخت سلام جمال حسابها تسرق تاني وده دقيقني بصراحة لانها ادمن على مجموعة من مجموعاتي طبعا لو واحد سرق اكت بتاع من واحد من من الاعداء بتاعنا من عبدة الاحديث الشيطانية ممكن يدخلوا كادمن ويشيلوا الباقي من الادمن وتبقى نصيبها سوديا بصراحة يعني انا طبعا لما هي قالتلي من النهاردة بعطيتلي صداقة باسمها الجديد وقالتلي انا انك بش عارف انها هيا بصراحة وقالتلي واحتلطول داخل شهيرة من على الادمن اللي هو حسابها القديم طبعا لحد ما شوف ايه الموضوع وقلتلي انا هعملك فيلم ازاي ان الحساب بتاعك مايتسرقش تاني يعني دي تاني مرة الحساب بتاعها يتسرق ومش هي بس اصدقاء كتير كل شوية قليم بيقولوا حساب يتسرق حساب يتسرق حساب يتسرق حساب يتسرق طبعا معظمكم امركم هيكون لكم اعداء على الانترنت زي اعدائي وخصوصا ان انا بستفزوهم جامد يعني مش زيكم ازاي بعد كل السنين دي انا على فيسبوك من سنة الفين وتمانية من يونيو الفين وتمانية بالزبط ازاي كل السنين دي ومحدش قادر يسرق الحساب بتاعي مش معنا كده عشان انا كمبيوتر انجينير مهندس كمبيوتر ان انا عشان ده السبب لا طبعا بالعكس انت لو ما بتفهمش اي حاجة في الكمبيوتر ممكن تمنع ان الحساب حساب بتاعك سوري سوري يا شباب بنتي بس قاتل منظر مشكلة في العربية بتقول عليها ودارش ابدا نقعد في سلام مع نفسي اسجل الفيلم بلازم مع الاهلي ابني مراتي اي حد يطهوني في حالك المهم نرجع تاني فالله انا عايز اقوله ان ناس كتيرة حسابتها تسرقت والفيلم ده الغرض منه ان انا اوريكم ازاي حسابكم عمره ما يتسرق ابدا على فيسبوك وزي ما قلت لكم مش لازم تبقى كمبيوتر عشان حسابك ما يتسرقش دي طريقة فيسبوك عملتها عشان الموضوع ده لان فيسبوك عارفين ان الناس بتدخل تسرق الحساب ولو تفتكروا من مدة عملت لكم فيلم وسميته الفيلم كان سنة كام الفين واتناشر في يونيو الفين واتناشر قلت لكم كيف تكون حذرا على الانترنت وخصوصا على فيسبوك الفيلم ده منذة حالي اربعين دقيقة شرحت لكم حاجة واحدة ان انتم ازاي تمنعوا الحساب بتاعكم ان هو يتسرق هوافر الطريقة دي ممكن تروح عليكم يعني ممكن ما تاخدوش بالكم منها لانا طريقة مش سهلة ووقتها ما كانش فيه الموضوع التاني اللي فيسبوك عملته في الفين واتناشر فيسبوك ممكن في اخر الفين واتناشر او متهيق لي حوالي الفين واتناشر عاملوا موضوع جديد للسيكوريتي يمنع خالص ان حد يسرق حساب حد ناس كتيرة ما يعرفواش وحتى اللي يعرفوها ممكن يفتكروا ان استخدامها صعب ويطلقباتوا ما عرفوش يستخدموها فانا هشرح لكم بالزبط تعملوا ايه واتمنى ان انتم تفهموها كويس وتركزوا معايا في الموضوع ده عشان انا بزعل لما حد حسابه يتسرق الطريقة الاولانية اللي انا ورتها لكم في الفيلم ده حواريكم ملخص لها بسرعة دلوقتي عشان تعرفوا الاول ازاي الحساب يتسرق وحعملها قدامكم ان الحساب بتاعه يتسرق وحواريكم الطريقة التانية انها تمنع تماما ان الحساب يتسرق لو الطريقة الاولانية عدت عليك يبقى لو الطريقة الاولانية عدت عليك اعتبر انها بابين من السيكوريتي باب الاولاني بيعدوه في باب تاني لازم يعدوه عشان يدخله في الحساب بتاعك لو انت عندك الباب الاولاني بس ممكن يعدوه ويدخلو في الحساب بتاعك. يبقى انت ما عملتش حاجة. ازاي يعدوه لو عندك الباب الاولاني لو انت مش واخد بالك من حاجة عشر حال كل الوقت. ازاي بقى بيعملوها? حصلت فيه وناس كتير عملوها فيه بيستعملوش حمار. بيعملوا ايه? يبعتو لك ايميل على الخاص او ايميل عندك على الايميل بتاعك لو يعرفوا الايميل ادريس بتاعك او على الخاص او ممكن على انا عملت ايميل وحطيته في اهو مفتحه اهو. حبعتو لنفسي. وعملت السبجك بتاعتو اسمها ايه? يعني ايه معناها الجملة دي بالعربي? معناها في حاجات مريبة حصلت على الحساب بتاعك على ايه فيسبوك? وبيقولولي هنا ايه بقى? هلو احمد باكت. طبعا انا اللي كاتب الايميل مش هما بيقولولي ايه. we have detected suspicious activities on your account. as a matter of security فيسبوك has temporarily disabled some features in your account. please log in to your account to rectify. وفيه لنك وكاتبين فيسبوك تيم ممكن طبعا يحطوا حاجات اكتر بامضة وتخليك تروح عليك تماما. اشرح لكم الرسالة دي معناه لان معنى الرسالة مهم جدا يعني ازاي بيحاول ومش دي النوع الوحيد اللي يبعتولك في الرسائل ممكن يبعتولك انواع كتير ممكن يبعتولك حاجات في الجنس واحدة مثلا ممثلة مشهورة مصرية صور عريانا ليها اضغط على اللينك ده ممكن حاجات من الداعش والاتل وكده حاجات انها تستدرجك طبعا اكتر حاجة تستدرج الناس ان هم يقولك الحساب بتاعك حصل فيه حاجة هدخل بسرعة عشان تصلح اللي حصل لك وده اللي انا اخترته في الايميل ده وحطيت طبعا الناس اللي هي على نياتها وممكن مش مركزين او ما فيش فهم اخوهم يمدايسين على اللينك على طول ده الباب الاولاني اللي انت لازم تاخد بالك منه تبص في اللينك لو لقيته ما بيبدأش بتعرف ان ده اللينك مزيف على طول اوكي واضح جدا في اللينك ده ان ده موقعي على فكرة الدومين بتاعك وعملت فولدر تحتيه اسمه يعني فيسبوك وعملت فولدر وكتبت فيسبوك دوت اتش تيميل اللي هم هيبتح هوها لو انا حمار وضغط على اللينك ده ايه اللي هيحصل طبعا الاول حابعت الايميل بعدته هيجيلي دلوقتي اهو جات لي جالي الايميل هفتحه ادي اليميل اهو اللي جاي لي تمام ده ايه ابني على فكرة اهو صغير انا امور ازاي المهم حدوس انا على اللينك انا بقى حمار دلوقتي مش واخد بالي حدوس على اللينك دوست على اللينك بصوا ايه اللي حصل فتحت لي صفحة فيسبوك بالزبط الصفحة دي صفحة مزيفة ومحتوطة على موقعي طبعا اي واحد على نياته هيقوم كاتب الايميل بتاعه ويقوم حاطة الباسورد بتاعته طبعا انا مش هحط الباسورد بتاعتي هكتب واحد 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 اي باسورد طبعا طبعا الناس هتحط الباسورد بتاعتها وتقوم دايسة لو دست لوجين الباسورد بتاعتك والايميل هيروحوا يتسجله على الموقع بتاعتي في فايل ومش كده وبس طبعا مش هيحصل لوجين لفيسبوك لان دي صفحة مزيفة لكن انا طريقة الهاك عملها او هم بيعملوها انا عامل دي برضو زيهم انا مش عاملها عشان تهاك الناس انا عمري مع ده اكل عشي فانا عمري مع واحد يامى ناس كتيرة دخلوا علي واتحيلوا على دين امي ان انا عمل لهم هك قلت له مستحيل انا اسف روح اشوفوا حد تاني انا ما بعملش الكلام ده ادد ديني اصلا فانا مليش في الكلام ده اوكي لكن انا عارف بيعمل بيه بالزبط يعني عارف ازاي وقفها طبعا فالمهم تدوس لو جين طبعا مش هيدخل على فيسبوك هيقول لك في مشكلة ايه المشكلة حدانك ان انت اعملت الباسورد رونج همواخدك على فيسبوك الحق انا يا بصوا هنا مكتوب اي دابلي 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 داش اسلام دوت كوم فيسبوك ودلوقتي هعمل لوجين بصوا ايه لا يحصل رح اترايحها الفيسبوك بس انا عشان على فيسبوك رح ادخلتني الفيسبوك ده اللي حصل فعلا والايميل دلوقتي اللي انا كتبته والباسورد راحت على السيرفر بتاعي في فيها الحاجات دي دلوقتي ادخل اجيبها ممكن طبعا انا اعمل ان هو يبعات الايميل ويقول لي واحد خلاص دخل على وسجلت الباسورد عم انا داخل في ساعتها على طول وجايب الباسورد وداخل على حساب اخينا ده وقم غير الباسورد وسرحت الحساب بتاعه بس كده دي بتحصل دي كانت الطريقة في الفيلم ده ان انت كان لازم تاخد بالك من من اللينك اللي جاي لك في الايميل اللي اتبعت لك طبعا في ناس كتيرة ممكن ما تاخدش بالها ممكن ناس كتيرة الانجليزي لها مشكلة ما بتعرفش تقراك وايس ولا حاجة تقوم دايسة وخلاص حنفترض بقى دلوقتي ان انت غلطت وعملت اللي انا عملته دلوقتي ودخلت في الحساب بتاعك واحد سرق الباسورد بتاعتك ازاي تمنعه بقى ان هو يدخل بعد ما سرق الباسورد بتاعتك هي دي النقطة المهمة كلها وهو ده اللي فيسبوك عملته من سنة الفين وتناشر وده اللي انا بورهه لكم في الفيلم ده وعاية زوريه للأخت السلام السلام فانا دلوقتي حبدأ معاكم فيسبوك وحدخل على فيسبوك اول حاجة تعملوها تدخلوا على السهم ده انا طبعا بالانجليزي مش هقدر عملها لكم بالعربي انا ايسا فيها انا اوكي وتنزلوا على معرفش بقى اي عندكو بالعربي اوكي وتنزلوا ده يسانع توم اخداكو بتاعتكم اوكي هتروحوا على الشمال اللي هي تاني واحدة هتلاقوا عندكم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع حاجات اول حاجة تعملوها ده تعملوها على طول تدوس عليه وتقولوا ايه ان انت تجيلك على التليفون طبعا لازم تدخل التليفون بتاعك ده الموبايل بتاعي ان انا تجيلي لو حد دخل من الحساب بتاعي او من جديد غير الكمبيوتر بتاعي انا حتجيلي او رسالة على الموبايل بتاعي او ايمايل حيجيلي كمان ايميل على الحساب بتاعي احمد اتفري داش اسلام ومش كده بس ويبعات لي يبقى حتجيلي في اللي هي بتظهر يا انا في سبوك واحدة وهيبعات لي ايميل على الايميل بتاعي وهتجيلي لو اي واحد دخل للحساب بتاعي في كمبيوتر غير الكمبيوتر بتاعي او اي كمبيوتر تاني انا بسجله اوكي دي اول نقطة تعملوها يبقى انتو ايه تعملو دي وتعملو بعد تاني نقطة تعملوها هي دي ايه بقى القصة بتاعتها? القصة بتاعتها ان فيسبوك هتديك عشر ارقام سرية اسمها كود. اوكي? الاركود دي ممكن تخدهم في اي وقت يعني ممكن انا حوريكو طبعا العشر ارقام بتوعي وهاخد ارقام تانية اهبدلهم في ساعتها لان انتو كده تدهروا بقى تعرفوا الاركام السرية بتاعتي بس انا بعد ما خلص الفيلم ده هغيارها على طول طبعا. فانا هبريكو. العشر ارقام السبيل دول ايه مع ايه لازمتهم? لازمتهم كل واحد بتستخدمه مرة واحدة بس. بعد ما تستخدمته خلاص انتهى مالوش لازمة. كل مرة بتدخل من كمبيوتر جديد او من حتى براوزر جديد. هيطلب منك كود. سيكيوريتي كود عشان تدخل تكمل تدخل. لو ما دخلتش الكود ده. يبقى مش هتنعرف تدخل في حسابك. حتى لو دخلت اليوزر نيم والباسورد الصح. فانتو هتقوموا ايه? اسمها تاني واحدة على طول. هتروح انتو دايسانو عليها. تلاحظوا هنا في شوية اوبشنز. تعملوا التك بوكس ده كود لازي يعني بمع ايه? لو معنا كانتو بتقولوا الفيسبوك انها لازم تطلب من اللي بيحاول يدخل من العشرة اللي فيسبوك تدخل لك. تمام? طب هتقول لي اتجيب السيكيوريتي كود بينين ادي السيكيوريتي كود ديليفري. ممكن يبعتها لك على التليفون بتاعك. وتخد وتحفظها على التليفون بتاعك العشرة دول. او ان انت تستخدم حاجة تانية. انت تستخدمها او وخلاص. سيبك من ان انا بستخدم الاخر واحد. انا حتى ما بطلبش منه يبعتها لك على الموبايل بتاعي. لو انت بقى دست دي بوصل لا يحصل. لازم عشان الحتة دي لازم تحط الباسوور بتاعتك طبعا لانها سيكيوريتي. فانا هدخل الباسوور بتاعتي دلوقتي. ههدوش سبميت. بص رح وريني العشرة كودة هول اللي انا اولوك عليهم. لاحظوا تمن ارقام. صعب جدا انه واحد حتى يعمل تخمين عليهم. شوفوا انا استخدمت واحدة. هاوريكم ازاي لما استخدم واحدة النهاردة. تمام? انت دلوقتي تقدر تطبعهم. تمام? انا باخد على طول وبحفظهم كشاشة. كسكرين شاشة. اوكي? طبعا كل ما بتدخل من كمبيوتر جديد وبيطلب منك سيكيوريتي كود بتضطر اتدخل رقم من دول طبعا دول ما يكون انت حافظهم بقى في الصورة معاك على الكمبيوتر في اي حتة معاك في ورقة وكتابهم وحطيتهم في المحفظة براحتك بقى انت بقى وطريقتك اللي انت بتشوفها ازاي تحفظ الارقام دي. اوكي? ولو استخدمت واحد خلاص انتهى تقول لك يوز ما تقدرش تتخدمه تاني. تلاحظ انا اول واحد اوستخدم. فعنا دلوقتي ممكن انا مجد انكم مش لازم تتخدمه بالترتيب ممكن استخدم رقم عشرة. ممكن براحتي خالصة. اي رقم الارقام دول. اوكي? حواليكم ازاي دلوقتي بتطلب بقى ان انا ادخل. دلوقتي انا دخلت على الحساب بتاعي لان انا يعني انا دلوقتي لو انا قلت من حسابي ودخلت تاني. حتدخلني على طول لان انا عامل ايه اللي فيسبوك. الكمبيوتر ده اعمل له حفظ. يعني انا طلبت مني قبل كده ودخلت وحفظت للكمبيوتر عشان ما تقعدش كل مرة بدخل منه لان ده الكمبيوتر بتاعي. ما هاتش هيدخل هاكل الحساب بتاعي من الكمبيوتر بتاعي. فايه? ايه? تحفظه ما تطلبش مني. فانا هدخل دلوقتي الباسوير بتاعتي. حتدخلني على طول من غير ما تطلب مني لاحظو دخلت على حسابي من غير ما تطلب مني. انا هخليها دلوقتي تطلب مني. فهروح للسيتن تاني. هروح برضو للسيكورتي. هروح بقى اللي هو بيقولي. دي البراوزر زي ايه? اللي هي محفوظة كل الكمبيوترات اللي انا دخلت منها. تلاحز انا في نستة كل الكمبيوترات دي انا دخلت منها وحفظها. بمعنى لو دخلت منها تاني ما تطلبش من بتقول لك التاليخ. ممكن اي واحد تشيله في اي وقت رموف رموف لو دخلت منه تاني هيطلب منك سيكوريتي كود. ادي الكمبيوتر اللي انا فيه دلوقتي هو اللي بقول لك دخلت من دلوقتي انا حشيله دلوقتي. شلت. اوكي? معنا كده بقاش محفوظ خلاص خلاص. لو خرجت دلوقتي للفيسبوك. اه ما عملتش سيف اوكي. انشان انا قلت البص بعد ما عملت ده لازم تعمل على فكرة. نزلت تحت عملت لها سيف. اوكي? بعد كده هخرج من فيسبوك. دلوقتي طالما انا شلت الجهاز اللي هو محفوظ ده. يبقى انا لو جيت هدخل تاني دلوقتي هيطلب مني سيكوريتي كود وحتى لو دخلت الباسورد للصحفة. هدخل الايميل بتاعي دلوقتي. حكتب الباسورد بتاعتي. بص ايه لا يحصل. بص يتفضل. انت سيكوريتي كود توكنتينيو. لو ما دخلتش سيكوريتي كود من العشرة اللي معايا دول وما تسع دلوقتي اللي استخدمت واحدة. عملي ما حقدر هدخل في الحساب بتاعي. طبعا لازم انتو تعرفوا ان اي واحد بيدخل يعمل هاك للحساب بتاعك. هو لازم هيدخل من كمبيوتر عنده. يعني كمبيوتر مش محفوظ في الليستة بتاعتك. يعني هيتطلب من السيكوريتي كود. وطالما الليستة بتاعت السيكوريتي كود مش معاها معاك انت. يبقى عمره ما حقدر يدخل في الحساب بتاعك. حتى لو عارف الباسورد بتاعتك. طبعا لما يحاول يدخل هتجي لك انت نوتفيكيشن هتقول انت عارف ان في واحد عارف الباسورد بتاعتك. فتقدر تدخل تغيرها وهو عمر ما هيقدر يدخل. فانا هروح دلوقتي اللي هما اللي انا استخدمتهم دول ده اللي انا استخدمته رقم واحد انا كنت واخد صورة من الشاشة. هخط دلوقتي الرقم اتنين. اللي هو استخدم ما اقوله مساء الرقم تسعة. واحد تلاتة زيرو واحد سبعة تلاتة زيرو واحد. واحد مدخل واحد تلاتة زيرو واحد. سبعة تلاتة زيرو واحد. دخلت انا هو الرقم تسعة. لما اقول هتسألني عايز تحفظ الجهاز ده. هي بتقول لي احفظ ممكن هقول له وكل مرة هدخل منه يطلب مني طبعا دي هتبقى دمها تقيل. فانا هقول سيف البراوزر هقول هيدخلني على حسابي دلوقتي. وكده انا تمام اوي لو رحت انا دلوقتي وبصيت على السيكوريتي كودز بتوعي. رحت تمام? وروحت لل اه سيكوريتي هنا وروحت لل تاني واحدة. وروحت رايح لجيت كودز. تلاحظوا هنا رقم واحد استخدم ورقم تسعة استخدم. انا لسه مستخدمه قدام كم. يبقى انا دلوقتي عندي التمانية دول فضليب. ليه? عندي طبعا انا مش هتطلب مني دلوقتي ان انا لما ادخل من الكمبيوتر التاني بتاع لان انا حفظته. الا لو شيلته زي ما قررتكم انا شيلته ازاي? او اشيل كل الكمبيوترات اللي انا حفظته قبل كده لو عايز. طبعا دي دم اكيد لان ما اجدخل من الايباد بتاعي هيطلب برضو سيكوريتي كل حتى لو مش دي لا تعتمد على الاي بي ادرس تعتمد على الكمبيوتر. فهو اكيد اللي هيحاول يسرع حسابك هيدخل من كمبيوتر عنده وعمره ما هيكون محفوز فلازم هيطلب مني والسيكوريتي كود دي عندك انت طبعا عمر ما هيدخل في حسابك. طبعا انت هتقولولي ازاي انا دلوقتي وردكو السيكوريتي كودز بتاعتي طبعا انا مش عبيت انا هعمل ايه? هقول لما تدوس اللينك كده بصوا اللي هيحصل جابتلي عشرة تانين. لو دست دلوقتي كمان جابتلي عشرة تانين. بصوا في اي وقت تقدر تغيرهم. وهي دي اللي لسة الجديدة خلاص اللي انت اللي معاكم دلوقتي. طبعا انا عشان شايفين انتوا طبعا العشرة دول دلوقتي. فانا اه بعد ما اخلص الفيلم حقوم على طول عمل عشرة تانيين عشان ما اخدش يعرفهم واخد صورة من الشاشة. اوكي? واقوم اه احافظها في مكان عشان اقدر ادخل في الحساب بتاعي من اي كمبيوتر. يعني دلوقتي لو سفرت اقولوا مسلا اه اي بلد لأول مرة بسفرها. اقولوا مسلا رحت بلد في افريقيا مسلا. وروحت راح لانترنت كافيه عشان ادخل في الحساب بتاعي. وروحت دخلت على فيسبوك وطلب مني لوجين. عشان ده جديد وبراوزر جديد حيطلب مني مش هقدر ادخل من الانترنت كافيه الا ما يكون معايا واحد من دول العشرة دول عشان اقدر احطه وادخل في الحساب بتاعي. فكده انت مية في المية ما حدش هيقدر يسرق حسابكو. والدليل على كده انا هو قدامك اهو. الحساب بتاعي عمره ما تسرق. ولا مرة وعمرك ما هيكون عندكم اعداء قدي بصراحة يعني. بالطريقة اللي بستفز بيها اعدائي. اوكي? طبعا انا بعد ما خلص الفيلم هقوم على طول رايح اعمل السيكوريتي كود. بالطريقة دي نيو سيكوريتي كود واخد واكتبهم في المكان او اخد سرعة من الشاشة وبكده طبعا انتم مش عارفتوا السيكوريتي كود بتاعتي. خلاص كده? بس كده بصراحة ما فيش اي كلام. يعني فيه اوبشن تانين لو عايزينه. لو عشان تدمج. لو ده مش ليه علاقة بان الحساب يتسرق. او ممكن انت مش عارف تدخل نسيت الباسورد بتاعتك. مش عارف تعمل اي حاجة. في اسمها آآ ان انت واحد من اصدقائك. ممكن تزوده في هنا تدوس عليه وتزوده. بحيث ان انت لو معرفتش تدخل في حسابك ممكن صديقك ده يساعدك ان انت تدخل في حسابك. بس لازم تحط اسمه هنا. اوكي? فده اوبشن تاني. لو عايزين انا عمري ما استخدمتوه. ان شاء الله لان انا عمري ما حقدر اوصل للموضوع مش مش هانسى الباسورد بتاعتي اولا. وفي نفس الوقت عمري ما هيدحك علي لان انا مش هسمح حتى ان انا اوصل للمرحلة الباب التاني. ان هو اخد الباسورد بتاعتي. وجاي دلوقتي يدخل بقى بالباسورد بتاعتي هيتطلب منه. مش هوصلها لدي حتى لان انا دايما هبص على اللينك وحعرف على طول ان اللينك مزايف. عشان مش مكتوب دابلي 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 دوت فيسبوك في اوله دوت كوم. ده بس لحظة فري داش اسلام دوت كوم. يبقى دات اللينك مزايف. وعمري ما حدخل فيه. واحد مرة خنيت معاه لقيته وبعايت لي رسالة على فيسبوك وبيقول لي انا اسف جدا اخ احمد وانا عملت لك فيلم ان انت تتفرج عليه. وحطت لي لينك. طبعا انا لما دست على اللينك. اللينك على اساس ان هو حطه على الصفحة بتاعته واخدني على فيسبوك راح طلب مني قلت ازاي ما انا قريدي لوج دين. مع اني ما بصتش على اللينك. تخيلوا انا اللي عارف ما بصتش على اللينك فموضوع الباب الاولين ده ممكن يروح على الناس كتير. بس انا ايه لما لقيته ان طلب مني قلت ايه ده. ما انا قريدي لوج دين. فروح تباصس وقتها على اللينك لقيته مش فيسبوك فاوله وروح تدخل على الوقت ما طلع تلاتة دي كومورت لك ما انت عايز تسرع حساب بتاعي يا ابن الشرموتة ومش قلت له كده بس قلت له خلي بالك لو انا قدت حمار ودخلت اليوزر نيم والباسورد بتاعتي وانت خدتها برضو ما كنتش هتعرف تدخل في حسابي. عشان موضوع السيكوريتي كود اللي انا ورته لكو ده دلوقتي. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الموضوع تماما. ولو عايزين اي سؤال مني من ناحية الموضوع ده وازاي بتستخدموه تاني. انا ما عنديش معنى بس ركزوا انتوا بس في الفيلم وتفرجوا عليه اكتر من مرة. وانا متأكد ان انتوا هتفهموه. قال النوت دي اسبكوا على خير واتمنى بعد كده اني ما سمعش ان نحض فيكم من اصدقائي الحساب بتاعه. السلام عليكم.